وعبر إمانويل مكرون الرئيس الفرنسي عن شكره لمصر لجهودها المبذولة منذ السابع من أكتوبر الجاري كما حي مكرون ما تفعله مصر بشأن المساعدات المقدمة لقطاع غزة أود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نيتانياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل الملح والطارئ وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأنروا وقالوا لي أن الوضع حرج إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد إذ نقدم مساهمة عالية للأنروا ولقد في الأسابيع الماضية زدنا مساهمتنا للأنروا بقيمة عشر مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب المفتوحة انطلاقا من مصر ترجمة نانسي قنقر